لا يبدو أن لبنان سيشهد نهاية النفق قريبا فما زالت العجلة السياسية تدور في الريح ولم تتحرك خطوة نحو الأمام حتى وصلت البلاد إلى مرحلة انسداد سياسي لم تشهد مثله منذ عقود وأمام هذا الجمود السياسي طر البرلمان اللبناني إلى تمديد ولاية المجالس البلدية ومسؤولين محليين آخرين لمدة أقصاها عام ما يعني تأجيل الانتخابات للمرة الثانية في بلد لا يزال يعاني من أزمة اقتصادية وسياسية جراء عدم انتخاب رئيس للبلاد تأجيل الانتخابات البلدية جاء بدعوى المعوقات التقنية واللوجستية وسط رفض كتل نيابي عقاد جلسة للبرلمان لهدف غير انتخاب رئيس للجمهورية في ظل توليفة سياسية من فرقاء وصلت بينهم الأمور إلى حد الصراع دون وجود أرضية مشتركة تجمعهم على مصلحة وطنية يأتي هذا فيما تعاني مؤسسات الدولة اللبنانية بالفعل فراغا في السلطة كما أن البلد بدون رئيس منذ انتعاء فترة ميشيل عون في شهر تشرين الأول عام 2022 وعدم الاتفاق على من سيحل محله وتعمل الحكومة كذلك بقدرة تصريف أعمال محدودة مراقبون يرون أن ميليشيا حزب الله بدعم إيراني هي من تعرقل كل حل سياسي لا يتوافق مع هيمنتها على المشهد ويضمن استمرار النفوذ الإيراني الذي تزايد في الآونة الأخيرة وكان من نتائجه الكارثية الأزمة الاقتصادية التي أوصلت الشعب اللبناني إلى حافة الهاوية حيث تواصل الليرات اللبنانية سلسلة انهياراتها أمام الدولار الأمريكي ويتفش الفقر والبطالة في البلاد ويعجز الكثير من اللبنانيين عن الوصول إلى أموالهم في المصارف واقع لبناني لا توجد إرهاصات لتجاوزه في ظل خضوع لبنان لحسابات دولية وإقليمية متضاربة ترجمة نانسي قنقر